لا توقف للدعم الإنساني في أفغانستان رغم قرار حركة طالبان حظر عمل النساء في المنظمات الإنسانية فقد أعلنت الأمم المتحدة أنها مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي الإنساني للأفغان الأمم المتحدة ملتزمة بشدة مع شركائها في المجال الإنساني بتقديم الخدمات المنقذة للشعب الأفغاني فالاحتياجات الإنسانية للبلاد هائلة جدا ومن المهم أن نواصل البقاء وإنجاز مهامنا وفي مسعى لإيجاد حل يتعلق بقرار حظر عمل المرأة قال المنسق الأممي إن مسؤولين في الأمم المتحدة سيزورون أفغانستان في الأسابيع المقبلة لمناقشة الوضع مع عقادة طالبان سيقوم منسق الأمم المتحدة للطوارئ والإغاثة بزيارة أفغانستان خلال الأسابيع القليلة القادمة هناك زيارات أخرى نخطط للقيام بها على مستوى رفيع بهدف إقناع الحركة بحل هذا الوضع في الأثناء تتحدث التقارير الغربية عن خلافات داخل حركة طالبان بشأن القرارات الأخيرة ضد النساء مصادر وصفت بالمطلعة أفادت لوكلة بلومبرغ بزيادة الخلافات بين كل من زعيم طالبان هبت الله أخ زادة الذي يحكم البلاد والذي تنسب إليه القرارات المثيرة للجدل وبين مجموعة من قادة الحركة بينهم وزير الدفاع الملة محمد يعقوب نجل مؤسس الحركة الراحل الملة محمد عمر ووزير الداخلية سراج الدين حقاني المصادر أضافت أن حدة التوترات أدت بالفصيلين إلى جمع مسلحين موالين تحسبا لتصاعد الصراع إلى قتال وفي مقابل هذه التقارير نفى الناطق باسم الحكومة الأفغانية وجود أي انقسامات أو خلافات بين قادة الحركة بشأن القرارات المتعلقة بعمل النساء